إذن مشاهدين الكرام نوه بهذا الخبر العاجل حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعة منظومة الأمن السيبراني والإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الحكومة المصرية لتأمين البنية المعلوماتية وذلك بحضور الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكلوجيا المعلومات والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعدد من مسؤول الوزراء والجهات المعنية وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء الأزمة العالمية التي حدثت يوم الجمعة الماضي نتيجة لأعطال تقنية تسببت في خسائر واسعة بعدد من القطاعات العالمية التي كانت تدعيتها بسيطة على مصر هذا وشدد رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد على أهمية منظومة الأمن السيبراني وضرورة استخلاص الدروس المستفادة من هذه الأزمة العالمية وخلال الاجتماع استعرض الدكتور عمر طلعت تفاصيل ما حدث خلال أزمة يوم الجمعة وأقدم تحليلا لتسلثل العطل الفني العالمي الذي أدى إلى اضطرابات واسعة النطاق في مختلف القطاعات بما في ذلك البنوك وشركات الطيران والمستشفيات والخدمات الحكومية لعدد من الدول مشيرا إلى التأثيرات المحدودة للعطل التقني على مصر والإجراءات الاحترازية المتخذة في ذات الشأن ومن جانبه قدم المهندس محمد شمروخ شرحا تفصليا للإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الحكومة المصرية بخصوص تأمين البنية المعلوماتية الحرجة للجهات الحكومية مضيفا أنه تم استحداث منظومة متطورة تعمل على مراقبة الهجمات السيبرانية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية ضدها مستقبلا كما استعرض رئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهام والجهود التي ينفذها المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني وكذا المركز الوطني لمتبعة عمليات الشبكة والبنية التحتية لاتصالات التابعين للجهاز اشتركوا في القناة